أهلا بكم عزائل المشاهدين في نشرة هذا المساء وفي ملفات اليوم نتابع في خضم الاستعدادات لرد إيران وحزب الله قائد المنطقة الوسطى بالجيش الأمريكي يجري مباحثات في إسرائيل مع وزير الأمن وقائد أركان الجيش ووفد أمني روسي برئاسة سيرجي شويغو يصل طهران ووسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحذر من خطورة توسع نطاق الحرب خلال لقائه بوزير الخارجية التركي ومباحثات مصرية لبنانية مرتقبة في القاهرة أهلا بكم من جديد تتواصل الاستعدادات الإسرائيلية ومعها الأمريكية لرد إيران وحزب الله على اغتيال كل من فؤاد الشكر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حيث بدأ قائد المنطقة الوسطى بالجيش الأمريكي مارك الكوريلا مباحثات في إسرائيل مع وزير الأمن وأفغالنت وقائد الأركان في الجيش هيرتسي هاليفي مباحثات تتزامن مع مصادقة واشنطن على إرسال شحنة قنابل لسلاح جو الإسرائيلي من طراز مارك 83 والتي يبلغ وزنها نصف طن وفي إطار الاستعدادات الإيرانية وقبيلة الضربة المحتملة يزور أكبر مسؤول أمن روسي وهو سيرجي شويغو طهران ويلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين كيف يمكن قراءة كل هذه التحركات نتابع مع ضيوف بعد قليل موسيقى 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 وأرحب ضيوف ينظم إلي من نيويورك المحلل السياسي دكتور نصير العمر أهلا بك معنا كما وينظم إلي دكتور حسن مرهج الخبير في شؤون الشرق الأوسط والسكرتير العسكري السابق الوزراء من إسرائيلي الأستاذ إيتان دانغوت أهلا بكم جميعا دعوني أبدأ معك أستاذ إيتان وأستاذ إيتان سأبدأ معك من المباحثات الأمريكية الإسرائيلية في تل أبيب لتحدثني عن أهمية هذه المباحثات خاصة لربما أنها تأتي قبيل الرد الإيراني المحتمل ومن قبل حزب الله بالطبع في مكانه لكن الرد بسيط أذكر ما الذي حدث في نيسان أبريل قولي لا تواجد أيضا هنا خلال الهجوم الإيراني يعني كلما نقترب من ذروة الرد والتصعيد بين إيران وحزب الله وبين إسرائيل في هذه الحرب متعددة الجبهات على خلفية التهديدات الإيرانية أنت طرينا أن التحالف الأمريكي والمنظومات الدفعية الأمريكية بقيادة كوريلا تتجند إلى جانبنا وهذه إشارة إلى أن في البعد الدفعي هناك تعاون مع الجانب الأمريكي طالما الأمريكيون هنا فهذا وأنا لا ألغي الأردنيين والسعوديين والإماراتيين رغم أنهم يلعبون دورا هادئ إيران تلعب أيضا دور ودعا وزير الخارجية الأردني في البعد العسكري الولايات المتحدة تنصف كل خطوة مع إسرائيل لم تكن هناك أي مشكلة ولن تكن هناك أي مشكلة على لكس وجد تعزيز لأنه يوجد تكريس لهذا التحالف الإقليمي وهذه رسالة واضحة للإيرانيين أنت حد ذكرتم أن وزير الدفاع الروسي موجود في طهران أي أنه توجد محاولة لخلق طبين وهذا أمر يجب أن ننتبه إليه على ضوء هذه الحرب كل هذه التكتلات والعلينا أن نذكر أن الروس والإيرانيين يعملون سويا في أوكرانيا في منظومات الدفاع الجوية والمسيارات الولايات المتحدة تدعم إسرائيل وهذه إشارة مشجعة جدا ما ينقصنا هو التحذير الشخصي لبايدن وبالفعل أي دور بالطبع سننتظر كذلك الدور الأمريكي إذا كان سيقتصر فقط على الدفاع عن إسرائيل التصدي أم الهجوم دكتور حسن تحدث هنا وتحدثنا عن المباحثات الروسية في طهران بالتوازي مع المباحثات الأمريكية الإسرائيلية في تل أبيب أهمية هذه المباحثات وكيف يمكن قراءة هذا التنسيق الروسي الإيراني في هذا التوقيت لا شك أن ما يستدعي الوقوف والنظر إلى كل ما يحصل في المنطقة هو التصعيد كل هذا التصعيد وكل هذا التسليح أو أقل ما فيه ما يعلن يعني في الإعلام أن ما تقدمه الولايات المتحدة بالنسبة لإسرائيل بريطانيا وفرنسا وطبعا الإعلان هو دفاعي وليس هجوم وما يتحضر له أيضا في أجانب الآخر بالنسبة لإيران بشكل خاص وباقي المحاور كلبنان واليمن أيضا فلابد هنا من الأخذ بالحيطة والحذر يعني الوزير الخارجية الأردني عندما سافر إلى طهران ليس عابثا لأنه أيضا هذه منطقة حساسة جدا الأردن والشعب الأردني ما زال يصبر على مضض كل هذه العشرة أشهر ويكتفي فقط في التنديد والمظاهرات ولكن الآن الدور تغير ولذلك ذهب هناك لأنه 18 قاعدة أمريكية متواجدة في الأردن ولكن قبل أن أتحدث إن سمحت لي دكتور حسن عن الأردن وسأأتي على دور المنطقة ولكن الموقف الروسي عندما يصل أكبر مسؤول أمن روسي وهو سيرجي شويغو إلى طهران وذلك قبيلة الرد المحتمل ما هو الموقف الروسي؟ الموقف الروسي ليس مفاجئ ليس مفاجئ هذا أمر طبيعي بين الروس وإيران وجدت بينهم اتفاقيات استراتيجية وتحدثنا عن ذلك سابقا معكم في ستوديو أن روسيا تربطها اتفاقيات استراتيجية مع إيران منها العسكرية ومنها الاقتصادية ومنها الدفاعية وأيضا روسيا زودت إيران في الماضي في منظومة الـ S300 ولا أعرف إذا كان هناك S400 ويقال أنه في منظومة دفاعية جديدة قد زودت في إيران وإيران وروسيا تربطهم علاقة كبيرة جدا وأيضا عندما تحدثنا عن مواجهة الكبرى قد تكون تحدثنا أنه روسيا والصين لن يدعو الأمريكي يوجه ضربة أو القضاء على إيران لأنه هناك مصالح لكل هذه الدول وربما سوف تكون مواجهة بينهم والآن الكل يحاول ولكن بما أنه هناك تجربة لدى الروس مع الأمريكان بأنه هناك دائما نوع من الغدر الروسي الآن يحطات ويذهب ربما للتنصيق مع الإيراني وأيضا وسؤال إذا التنصيق هو للتوسيع أم لربما لإحتواء الرد ممكن أن يكون إحتواء ونزع فتيل المواجهة الكبرى وأيضا ممكن أن يكون بالإضافة لذلك يكون هناك التحضير إذا ما توسعت العملية وأصبحت هجومية من قبل أمريكا وفرنسا وبريطانيا ولم تبقى فقط دفاعية يعني الحذر واجب من قبل الأطراف دكتور نصير أهمية المباحثات بالنسبة للجانب الأمريكي وخاصة المباحثات كوريلا في إسرائيل وبرأيك كيف تنظر واشنطن إلى هذا الدور الروسي والتنسيق الروسي مع صهران قبيل الرد تحية لك والضيفين الكريمين والمشاهدين الولايات المتحدة لا تثق بالدور الروسي ولا تعتقد بأنه دور يهدف إلى وقف التصعيد على العكس الروسي ومن ورائه الصيني يريدون التصعيد بهدف الانتقام من الولايات المتحدة بما تفعله مثلا في الدفاع عن جزيرة تايوان وفي حربها على أوكرانيا والولايات المتحدة متعهدة بأمن إسرائيل وكذلك بأمن حلفائها في المنطقة رغم خلافات السيد بايدن مع السيد نتنياهو بما يتعلق باغتيال هنية بالتحديد اغتيال هنية هو استفزاز لا ينفع إسرائيل لأنه شخصية يلعب دور سياسي بالرغم من الماضي إذا كان فيه عنف أو إرهاب ولكن هو يلعب دور سياسي وهذا التصعيد هو في الحقيقة يصب في خانة تفكير السيد بايدن الذي لا يعتقد بأن هناك استطاع لإسرائيل لإنهاء حماس بشكل كامل ولكن فيما يتعلق بإيران فشكر هو إرهابي معروف وهو الرجل الثاني وهو يخطط لذلك هو هدف عسكري وهي علينا أن توقع تغيير يا دكتور نصير في الموقف واشنطن في موقف البيت الأبيض دار الأمريكية خاصة في ظل هذه التحركات الروسية والتي كما أنت قلت لربما تهدف إلى ضرب مصالح الأمريكية في المنطقة يعني من يشك بأن الولايات المتحدة ستقف متفرجة فهو لا يعرف أمريكا ولا يعرف الوضع الحساس الآن انتخابيا ليس باستطاعة السيد بايدن ولا هارس ولا ترامب أن يقفوا ويتفرجوا على إسرائيل ويتعرض للهجوم لذلك أنا أراهن على عقلانية سيناريو الهجوم من قبل ومشاركة أمريكية في الهجوم هذا السيناريو وارد في هذه المرحلة أعتقد بأنه إذا كانت الضربة الإيرانية غير محسوبة ومتهورة وأصبحت تهدد على يعني خلال أيام أصبحت تهدد مصالح إسرائيلية استراتيجية وأظن بأن الولايات المتحدة ستوجه ضربة للدفاعات الجوية الإيرانية والولايات المتحدة أظن بأنها تدربت على هذا السيناريو بالتعاون مع الحلفاء العرب ومع إسرائيل ولكن بنفس الوقت أنا أراهن على أن ملالي طهران رغم تطرفهم وحقدهم على العرب أظن بأنهم لن يغامروا بطربة إسرائيلية معروف كيف ستكون وستكون آثارها مدمرة لذلك أتوقع أن يكون الرد قويا ولكن لا أتوقع أظن بأنه سيكون مصمم لأن ينتهي يعني بشكل سريع لا أن يستفز إسرائيل قوي ومحدود نعم أستاذ إيتان كيف برأيك تنظر إسرائيل إلى الموقف الروسي الحالي وهذه المشاركة وكذلك سأتحدث معك على الأسلحة التي ستصمع وتوقع أن تصل إسرائيل تفضل ترى لداتي انظري أعتقد أن ليس الأمريكيين فقط يتحدثون الروس وصلوا إلى هنا بسبب الأمريكيين الأمريكيون يجلسون بشكل قوي في الشرق الأوسط أكثر من الروس للروس توجد سيطرة في سوريا وكل اتفاقياتهما إيران لإيران نقطة ضغف كبيرة لا يوجد لديها سلح جو لا توجد لديها قدرات جوية بهذا السياق يمكن أن نرى التعاون الروس يعطوا الإيرانيون يعطوا الروس مسيرات في أوكرانيا والروس كما قيل هنا هم يعطون إيران الـ S-300 لإيران لتعزيز نفعاتها الجوية الروس يريدون أن يكونوا هنا ليتأكدوا أن الأمريكيين لا يهددون مصالحهم نحن نجلس هنا ولنرى عما نتحدث نحن نتحدث عن قطبين عن عرب إقليمية ولكن لدينا هنا عشرة مليون مواطن قلقون لأن المواطن الإسرائيلي المتوسط ليس عجل عسكري نسمع التعددات من الملالي اللبنانيين يفررون من شكل جمعي في طهران لا يجب أن ينام الضباط بشكل هادئ لا نكون وقعيين كيف وصلنا إلى وضع يهدد الملالي وأنا أصدقهم بالموسمعين ما يهددون وأعتقد أنهم هاجروا العقلانية الروس هنا موجودون لأن الجميع متأكد أن الحرب ستنتلع أي لعباء وهذه الحرب يمكن أن تقود إلى وضع لا يقوم ما الذي يجب عليه إيران إن كان رد إسرائيل في أماكن لم تتوقع من إيران مثلا السلاح غير تقلدي الذي تقوم يجب عليه إيران لذلك هناك ثمن كبير يمكن إيران لذلك توجد أننا حوال أنا كعسكري ما يهمني العشرة مريم مواطن سعيد لنعود إلى التطور أبلا أستاذ أيتا اليوم بالتزامن مع وصول كوريلا وهذه المباحثات الوزر المتحدة بحسب تقارير صادقة على إرسال شحنة قنابل لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز تحديدا مارك ثلاثة وثمانين إذ كل قنبل لا يبلغ وزنها نصف طن ولكن هناك مطالبات من قبل بن يمين نتنيو بإرسال قنابل تصل وزنها إلى طن بحسب ما ذكرت التقارير ولكن حتى اللحظة لا يوجد هناك موافقة أمريكية على هذا من ناحية عسكرية كيف يمكن قراءة إبداد إسرائيل بهذا النوع من الأسلحة أو القنابل بداية تزويد السلاح يتطور ويزداد قنابل النصف طن والطن يجب أن يعطي الطرف آخر التحكير النصف طن يهدف إلى خرق المباني لماذا حزب الله يخلي الضحية إسرائيل لم تخلي أي منطقة الضحية تم إخلاؤها كل لبنان في حالة هلع هلع سيصعب على حزب الله أن يفسرهم ربما تنقصنا بعض الأمور ولكن من العسكري عن القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة عملات الطائرات وكل هذا دعم الولايات المتحدة موجودة هنا بقدرات نارية عسكرية كبيرة قلت لك في البداية أنه ما ينقصنا هو تصريح من الرئيس بايدن الذي في المرة السابقة كان عد لكنه لم يقول كلمته الأخيرة لذلك إذا ما سألتيني إسرائيل جاهزة أنا لا أقول أن أمور تسير بشكل يعني أخيض أن الحرب هو أمري أمري إسرائيل جاهزة وأنا أعتقد أن ما يحدث وأنتبه أنه في الساعات الأرواع عشرين ساعة الأخيرة إيران وأيضا حزب الله يعيدون النظر في الثمن الذي سيجلبه الرد الإسرائيلي الرد الذي يمكن أن يكون مستمر وعن تأخير الرد أتحدث معك دكتور حسن يعني السؤال الأهم يمكن للقول في اليومين الأخيرين لماذا حتى اللحظة لم يأتي الرد الإيراني باعتقد لو قرأنا كل ما يحصل من معلومات وما نحصل عليه من الجانب الأمريكي وكل ما ينشر عن قوات وصواريخ وأنواع صواريخ وأنواع قنابل وكل هذا هو نوع من التهويل الإعلامي لأن إسرائيل ومتحدة تمد إسرائيل في الأسلحة على مدار 24 ساعة وأي سلاح تحتاجه إسرائيل ضوء أخضر مفتوح وتستطيع الحصول عليه وإسرائيل تمتلك من الصواريخ والأسلحة وهي لا تحتاج الولايات المتحدة الآن أن تزودها بنص طون وبطون وبهذا إسرائيل تخازر من نبيل هناك فرق لحجم القنابل هذا يؤثر على إذا كانت إسرائيل يمكن لها أن تهاجم هي ضمن نعم إسرائيل لديها هذه الصواريخ وتمتلك هذه الصواريخ وهي لا تحتاج إلى تزويد من الولايات المتحدة الآن إسرائيل لا تترك شيء للصدفة ولكن هذا الإعلان عن وصول هذه الصواريخ هو نوع من التهويل أن هذه الصواريخ وصلت وديروا بالكم نحن رح نضرب ونقصف ونشي ونحط هذه حرب نفسية حرب نفسية بين الأطراف اليوم ولكن ما يخطط كل طرف للرد ونوع الرد وكيفية الرد ومتى يكون الرد هذا أكيد موجود في الغرف المزلم لماذا لم يرد إلى الآن الجانب الإيراني أنا تحدثت كثيرا عن هذا الموضوع يعني إذا كان صبر أيوب عما نفهمه عن القراءة لديهم صبر أيوب ثلاث أضعف باستراتيجيتهم بالانتقاء وأيضا أن لا ينزلقوا إلى أفخاخ لكن هناك شارع وتحدث أستاذ إيتا عن الهروب من من الأراضي اللبنانية الشعب اللبناني كذلك ينتظر يعني هناك نعم رأينا صبر من داخل مطار بيروت هل تعلمين أيضا الإعلام الإسرائيلي ما يتحدث عن الهروب أيضا من مطار بن جوريون والصور التي نزلت من المطار بالمئات للناس الذين أيضا سافرون هذا ليس بدليل ولكن في هذا المطاف يفقد من لربما من صورة الردع والصورة التحذير والتوعد في إذا ما لو نرى يمكن قول ردد كل هذه الصور وهذا التهويل له فقط إشارة واحدة بأن المراد منها هو تغيير الرأي العام لدى المجتمع اللبناني من هذا التهويل فقط لا أكثر ولا أقل ولكن اللبنانيين والضاحية وغير الضاحية متواشدين في المنطقة ولا أحد يترك ولربما من يسكنون من اللبنانيين خارج لبنان لربما قصة منهم عادة إلى أين يقطن في إستراليا في أمريكا في كندا في أوروبا اللبنانيين لديهم مصيف يعني يأتون إلى المصيف في لبنان شهرين وبعدها يعودون إلى أين يسكنون وهذا ليس دليل ومن يرى الصور واليوم وقبلها يعني بالمطار بنجولاني يعتقد أنه إسرائيل خلية من العالم والمهن البشر وهذا غير صحيح أيضا ولكن الأهم في الموضوع هذا نعم الانتظار هو أمر صعب والتوقع المجهول أيضا أمر صعب وهذا جزء أيضا هذه الحرب النفسية جزء من الرد ولكن ما طبيعة الرد ما أردت أن أقول له أيضا أنا أعتقد أن الجانب الإيراني وحتى المقاومة اللبنانية لا تريد أن تنزلق لفخ بي بنتانياه تحديدا الذي فقط هو يريد الوحيد الذي يريد المواجهة الكبرى لا أمريكا تريدها ولا روسيا تريدها ولا الصين تريدها ولا إيران تريدها ولا لبنان يريدها ولا مصر تريدها ولا الأردن ولا حتى الأوروبا والجي سبعة اليوم أعلن عن ذلك أنه لا يريد هذه المواجهة فقط شخص واحد يريد هذه المواجهة لذلك لن ينزلق ولا يعطوها هذه الفرصة والرد سوف يكون ردا محدودا باستراتيجية معينة التي تحافظ على هيبة الهيبة الإيرانية وما حصل لها وأيضا المقاومة اللبنانية كذلك الرد الذي يحصل اليوم هو أصعب بكثير من رد استراتيجية تقوم فيه المقاومة اللبنانية لنعطي دكتور نصير أن أردت تعقيب دكتور نصير تفضل ولكن هنا كذلك أستاذ إيتا تحدث عن أن في نهاية المطاف وأنت تحدث كذلك هناك تحالف أمني في المنطقة مع شركاء الولايات المتحدة ويوم علينا أن نتوقع مشاركة هذه الدول في التصدي لأي محاولة من قبل أو هجوم إيراني على إسرائيل ولكن هل تعتقد أن الدول العربية خاصة بعدما رأينا موقف الأردن بالأمس اليوم كذلك هناك موقف مصري يمكن أن تشارك في عملية التصدي يعني بكل تأكيد أظن بأن الأردن ومصر والدول الخليجية والسعودية هي في المرات السابقة هي شاركت بمنظومة الدفاع الإسرائيلية الأمريكية وهي ضمن تحالف استراتيجي وهذا معروف رغم أن الشعوب لا تعلم بذلك ولكن معلوم ومعروف بأن الأردن هو في هذه الشبكة الاستراتيجية التي عملت على إنشائها الولايات المتحدة منذ عقود ولكن ردا على الأساتذة أقول بأن الحروب كلها تبدأ دائما بأهداف محددة ومحدودة وغير ذلك ولكن الحروب في الحقيقة ممكن أن تندلع وتستمر لسنوات لأنه بالرغم من أن ملالي طهران هم في الحقيقة أتفق لا يريدون حرب في قلب إيران وهم يريدون الحرب أن تكون في العالم العربي هم يريدون أن يتم يعني مشاغلة إسرائيل من قبل الميليشيات في المنطقة وليذهب العرب إلى الجحيم وليذهب اللبنانيون إلى الجحيم ولكن دكتور حسن ذكر هنا قبل قليل في نهاية المطاف بحسب وصفه هناك فقط شخص واحد ووحيد وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي من نتنياه من يريد جر المنطقة إلى حرب وليس الجانب الإيراني ومحور إيران أنا لا أعتقد بأن نتنياه يحاول أن يستجلب ضرب صاروخية من إيران نعم نتنياه وحكومته وهم في الحقيقة أخطأوا بقتل إسماعيل هنية وهذا يدل على التخبط الإسرائيلي فإسماعيل هنية من الواضح بأنه استفزاز للشعب الفلسطيني الذين يريدون أن يعقدون معه سلاما ولكن أعتقد برغم كل هذه الحسابات إيران هي لا تريد معركة مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة لأنها تعلم نتيجتها مسبقا هي تريد مشاغلة إسرائيل من خلال الميليشيات وتدمير العالم العربي ونقل ساحة القتال إلى الأردن وهذا يفسر تحركات العاهل الأردني الذي يخشى بأن إيران وصلت الآن بعد أن دمرت أربعة دول عربية واحدة لتحرك نحو طهران وزيارة الصفدي كيف تنظر إلى زيارة الصفدي نعم الأردن كما قلت يعني معلوم بأنه في منظومة دفاعية استراتيجية مع الولايات المتحدة وهذا معروف أظن بأنه أهداف العاهل الأردن الآن هو محاولة إقناع إيران بأن طيران الصواريخ فوق الأردن هو ليس موجه لإسرائيل هذه الصواريخ يمكن أن تسقط على الأردن وإذا سقطت على الأردن يصبح الأردن جزء من النزاع ملك الأردن يحضر الشارع الأردني ويحضر المجتمع الدولي إلى مشاركة مفتوحة يعني مع الولايات المتحدة في الدفاع عن الأردن والدفاع عن إسرائيل وعندما الإيراني كان يقول بأن الملك هو عميل لإسرائيل ويتافع عن إسرائيل الآن ملك الأردن يقول هذه الصواريخ التي تطير فوقنا هي يمكن أن تسقط علينا وهذا هو أظن بأنه وهل تعتقد أن الشارع الأردني يمكن أن يتفهم هذا الموقف خاصة وأنه الكل ينتظر بالطبع هذا الهجوم سأعطيك أن تعقب بجملة دكتور رحسا الشارع الأردني في واد وملك الأردن في واد الشارع الأردني يصطف مع الشعب الفلسطيني ونجحت حماس وإيران بجر الشارع الأردني بشكل كبير ضد إسرائيل وضد الحكومة الإسرائيلية ولكن هذا لا يعني بأن الملك سيستمع للشعب وهو يعلم بأن إيران في الحقيقة تحاول أن تجعل الأردن هي الدولة الخامسة لأن تصبح محكومة من إيران من خلال الميليشيات على نسق لبنان وبقية الدول العربية ضيفي هنا أريد التعقيم أستاذ إيتان إن سمحت تفضل أستاذ إيتان أنا أوافق جدا مع التحرير الإستراتيجي الذي قيل هنا الأردن هي الحلقة الضعيفة بهذا الحدث الذي يسعى إليه الإيرانيون الذين يحاولون خلق دولة إسرائيل وهم طبعا يطلعون إلى الخليج نحن نعرف أن الأنظمة في أدول عربية المعتدلة هي ليست الأنظمة التي تلتفت إلى الشعب لو كانوا تلتفتون إلى الشعب ربما كانت الأنظمة اختلفت نصف الأردن هم فلسطينيون لتنسي حماس خالد مشعل المرشح لخلافة هانية أين كان موجود من أين طريضة قبل أن ينتقل إلى غضب الأردن هي حلقة دول الغرب والدول العربية تعرف أنها ضعيفة أستاذ إيتم دكتور حسن ستبقى معي أشكر دكتور رسل عمري المحلل السياسي ضعيفي من نيويورك شكرا جزيلا لك أعزائي المشاهدين فاصل قصير وسنواصل هذا المساء بقو معنا